والله إنهم يكرهون هذا الرجل كراهيتهم لمصر إنهم يريدون إزاحة هذا الرجل ليس إلا لأنه أوقف مخططهم بقوة وثبات وإباء النهاردة كانت دعوته إيه؟ أفكركم كان بيدعو بيقول إيه؟ يا رب ألحقني بهؤلاء الشهداء يا رب ألحقني بهؤلاء الشهداء يا رب ألحقني بهؤلاء الشهداء قالها الرئيس نهاردة ثلاثة مرات أنا بقول لأهل الشر موتوا بغيظكم أنا بقول لأهل الشر وإعلام أهل الشر نحن لكم بالمرصاد أقول بشكل واضح لقد نظرت نفسي وروحي ودمي لمواجهة مخططاتكم السوداء وفتح آرائكم الخبيسة مهما تكلف ذلك ومهما كلفني ذلك حتى ولو كانت روحي فداء لهذا الوطن ليست روحي ولا دمائي أطهر أو أفضل أو أغلى من هؤلاء الذين ضحوا بها طواعية فوق أرض سيناء لا يمكن أن نخاف أو نتراجع أو نهدد مهما كانت الألعي هؤلاء أهل الشر كارهون لهذا الوطن كارهون لهذا الدين هم ليسوا على دين محمد قولاً واحداً ما في ذلك شك حتى ولو غضب الأظهر وشيخه والأزاهرة أقول بأن كاره أوطانهم أقول بأن قاتل الأبرياء أقول بأن قاطع الطريق أقول بأن هؤلاء الذين لم يسلم الناس من ألسنتهم وأيديهم ليسوا على دين محمد دين السماحة ودين الحق ودين الأدب كان محمد صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن كان قرآناً يمشي على الأرض كما قالت عائشة كيف بهؤلاء الذين يتأسون بمحمد شتامون لعانون بهذا الشكل غير المسبوك انظروا إلى شتائمهم ليلة نهار هؤلاء الذين يحملون اللحى وعلامات الصلاة كلمات حقيرة كأمثالهم لأنهم فقدوا التربية